اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشر سكايو حديث عراقي منذ عام 2003 ولحد الان القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية قالت وما زالت تقول ان الكارثة في العراق كارثة الاساسية في العراق لها وجوه متعددة التي طبعا التي احدثها الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 لها وجوه متعددة او لها وجوه اساسية متعددة ومن بين اهم الوجوه الاساسية المتعددة لهذه الكارثة هي ايران وطوال ساطع السنة اثبتت الاحداث اثبتت الوقاع ان هذه هي الحقيقة الاساسية هذه حقيقة اساسية ان ايران جزء كبير من هذه الكارثة التي حصلت وتحصل في العراق وخلال هذه الايام ومع الحديث عن حكم البعض لا شرقية ولا غربية وحكمة متوافقية وحكمة وطنية وحكمة شراكة وطنية مع كل هذا الحديث وصل وصلت وفود ايرانية كثيرة واخيرا وصل رئيس قائد فيلك القدس الايراني قاعني اسماعيل قاعني وصل الى النجف واجتمع بقادة ما يسمى بالتنسيقية البيت الشيعي كل الغاية الاخبار من ايران والاخبار داخل احزاب السلطة التي تقود السلطة في الايران تتحدث عن محاولات توحيد البيت الشيعي هذه القوة يحاولون ان نسقوا فيما بينها ويعودون الى تحارف يضم كل اطراف السياسية الشيعية لتشكيل الحكومة الحالية اذا الرؤية من البداية الرؤية الضائفية للعراق تتمركز او اللاعب الرئيسي فيها هي ايران من تدفع بهذا الاتجاه هي ايران والكل يتساءل يعني ما مصلحة ايران في تشكيل الحكومة العراقية ايران تدعي انها لا تدخل في الشأن العراقي ليس لها علاقة بكل شؤون العراقية السياسية والامنية والاقتصادية والعراق مستقل وهي تدعم استقلاله وتدعم سيادته لكن في نفس الوقت واقع الحال يثبت عكس ذلك كل كذب ايران متغولة في العراق متحكمة في العراق وكل هذه الاحزاب التي تحكم والميليشيات التي تتصرف بالعراق هي ايرانية وبدليل ان ايران لماذا تسعى حريصة على تشكيل الحكومة العراقية لماذا لا تتدخل مصر تركيا وترسل وفد ويتابع ويتشكيل الحكومة لماذا لا تتدخل يعني كل الدول المحيطة في العراق لماذا لا تدخل الكويت الخليج كل السعودية لماذا لا تتدخل وترتب عثنة وفد يرتقي بالقوة ويحاول ان ينسق ويشكل الحكومة لماذا ايران بالذات؟ هناك توجه ايراني دائما وهذا لا يتعلق في 19 سنة التي مضت هذا يتعلق بتاريخ طويل ايران تسعى الى ضعاف العراق كلما كان وهذه هي القاعدة الاساسية كلما كان العراق ضعيفا تمددت ايران على حساب العراق وقوت ومددت نفوذها وتغولها في المنطقة واثرت على المنطقة هذا ما حدث بعد انكسار العراق باحتلال عام 2003 تغولت ايران وكيف ظهرت في المنطقة والان الكل يشهد ماذا حدث في سوريا ماذا حدث في لبنان في اليمن في كل منطقة الخليج العربي في كل المنطقة كيف تتصرف ايران كشرطي يريد ان يبتزد جميع هذا هذا واقع الحال فالان الانباء ايضا تتحدث عن وصول محمد كوثراني هذا المسؤول في حزب الله اللبناني وهذا المسؤول عن الملف ملف التسليح في الميليشيات في العراق وكان يقولون يقوم بادوار كثيرة يساعد فيها قاسم سليماني الذي قتل في العراق هو ابو مهدي المهندس هو كان يساعده وبعد مقتل قاسم سليماني ايضا تولى كثير من الملفات لكن هذا الرجل مطلوب دوليا ومتهم بالارهاب ومقائمة الارهاب وعلي مكافآت اللي يمسك بيه فلذلك تحركاته سرية لكن هو جزء من هذا الملف جزء من ملف اللي بيده والان يقولون هو في العراق الان ويجتمع مع قيادات هذه الأحزاب والقوى ما يسمى بالقوى التنسيقية للملمة البيت الشيعي لابد من إعادة الآن يجر الحديث عن حكومة حكومة تسوية الآن يجر الحديث عن حكومة متوازنة تعبيرات كثيرة يعني مقابل حكومة أغلبية وطنية حكومة لا شرقية ولا غربية الآن نسمع أيضا حكومة حكومة متوازنة حكومة تسوية كل هذا مطروح وبالتالي نحن أمام خلطة جديدة طبخة جديدة الكمية السوم فيها ربما غير ظاهرة لكنها مسمومة في كل الأحوال ومن يدفع ثمنها هو العراقي يعني الكل الآن يجتمع كوثراني وقعاني وغيره والتعليمات تأتي من إيران بشكل سريع للملمة البيت ما يسمى بالبيت الشيعي وفقرؤية طائفية وهم يتحدثون دائما يعني إنسنا مع الطائفية إنسنا مع حكومة تتحكم بها المحاصصات الطائفية والعرقية لكن واقع الحال هو هذا من عام 2003 إلى حد الآن لا تشكل حكومة ولا يدار الأمور السياسية في إطار العملية السياسية إلا في إطار المحاصصات الطائفية والعرقية وهذا واقع الحال وهذه التحلفات التي تجري وصلنا إلى حالة يقولون أنه هذا هو عرف سياسي وليس دستورا وليس قانونا أنه الرئاسة للأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الوزراء للشيعة والوزراء يتوزعون في هذا ويتوزعون الحصص وبالتالي هي طبخة جاهزة لاستمرار العملية السياسية هذا ما يحدث في العراق هذا هو شكل العراق وإيران متحكمة ومتغولة وأذرعها تعمل في العراق ولها مصالح مطامع ليس مصالح مطامع كبيرة في العراق وأذرعها موجودة تساعدها على المضي في هذا الطريق من يتحدث أن إيران لا تتدخل لا يكذب بعد ذلك لأن لا أحد سيسمعه وعندما يعتبون الشباب إيران بره بره بغداد تبقى حرة هم يقصدون هذا ويعرفون هذا وأهل العراق يعرفون أن إيران متغولة أن إيران في كل العراق هي مسيطرة أن هذه الميليشيات تابعة إيران كل هذه الأحزاب تأخذها وامرها من إيران وبالتالي وجود قاعاني وجود كوثراني جرف الصخر هذه التي عندما يراجعون لعادة أهلها الذين هجروا منها يقولوا يذهبوا إلى إيران عندما يذهبوا إلى إيران يقولوا لهم الملف مويدينة الملف بمحمد كوثراني في لبنان يذهبوا إليه وهكذا إذن حتى ملفات الأراضي والمناطق العراقية بدي إيران تحكم بهذا الشكل والحكومة يجب أن تشكلها إيران في كل مرة إيران هي التي تشكل الحكومة ونحن أمام كارثة تتكرر نحن أمام تدوير وليس تغيير وبالتالي الوضع يتكرر دائما وإيران هي المتغولة وإيران لها اليد الأطول في العراق وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزاء المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة